اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة نحييكم من رحاب أول مسجد بنيا في بلادنا الحبيب مصر نحييكم من رحاب مسجد عمر بن العاص بمدينة الطاهرة حيث نطل لحضراتكم أول لقاءات المسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في هذه الرحاب الطاهرة برعاية كريمة من معاني وزير الأوقاف فضيلة الوستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أيها الأحبة لقاءنا اليوم يدور حول موضوع من القليات الست حفظ الدين ويحاضر في هذا الموضوع من السادة العلماء الأجلاء فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواني عميد قلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي أحد قادة ومفكري وعلماء وزارة الأوقاف مدير مدرية أوقاف القاهرة وكيل وزارة الأوقاف أيها الأحبة يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من روادي هذا المسجد العامر أول مسجد بني في الإسلام يحضر معنا كوكبة منيرة من علماء وقادة ومفكري وزارة الأوقاف يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود الخليل وكيل مدرية أوقاف القاهرة وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيم مدير الإدارات بمدرية أوقاف القاهرة وفضيلة الشيخ ربيع محمد محمود مسؤول المتابعة بمدرية أوقاف القاهرة فضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة فضيلة الشيخ علاء الدين عمر سليمان المفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة كل التحية والتقدير إلى جميع العاملين بمسجد عمر بن العاص على حسن الاستقبال وحسن التنظيم موجه التحية إلى فضيلة الدكتور أحمد محمد عود إمام وخطير مسجد عمر بن العاص أيها الأحبة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزو غشيتهم الرغم وذكرهم الله في من عنده فحلق العلم ومجالس العلم أشاد بها حبيبنا المستقى صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نتسابق إلى الفضور إليها وحسنا تفعل وزارة الأوقاف دوما عندما تتخير الموضوعات الهامة التي يتحدث فيها كبار علمائنا الأجلاء في بلادنا الحبيبة مصر كل ذلك ينشر الوعي ينشر الفكر الوسطي والوعي المستنير بين أفراد المجتمع ويأخذ بأيدي المجتمع نحو التقدم نحو السلام نحو الوئام نحو التماسك نحو الاستفاف أيها الأخوة المؤمنون نبدأ أولى كلمات العلم وقد أثر فضيلة الدكتور عبد المتاح العواري فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين لأن يكون هو المتحدث الأول فنستمع إلى أولى كلمات العلم من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي مدير مدرية أوقاف القائرة وكيل وزارة الأوقاف فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الرسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه عدد من صلَّ عليه وعدد من لم يصلَّ عليه أما بعد أيها المشاهدون أيها المستمعون وأشهدون الأكارم كل عامٍ أنتم بخير في البداية أتقدم بخلص الشكر والتقدير لراعي هذا الإحراك العلمي الثقافي الدعوي في ربوع مساجد جمهورية نصر العربية سعادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كما يصرني أن أتقدم بخلص الشكر للمنصة الكريمة أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العبيد الأسبق لكلية مصول الدين في ذاك العالم الجهيل المفسر وإلى الصديق العزيز كبير المذيعين لإذاعة القرآن الكريم سعادة الدكتور أحمد القاضي ولا يفوتني أن أتقدم بخلص الشكر والتقدير لحضراتكم على هذا الحضور وكل الشكر والتقدير لزملائي أئمة المسجد وكنت العاملين على رعايته هذا المسجد الطيب الواقع هل الإنسان في حاجة إلى الدين أم لا؟ هل الإنسان يستطيع أن يحيى بنفسه بالكون دون أن تكون هناك علاقة أو قانون أو مستور ينظم علاقته ببني الإنسان وبالكون الذي يحيى فيه يقولون إن الإنسان مدني بطبع أي لا يستطيع أن يحيى أن يعيش منفيدا معزولا عن بني الإنسان عن بني المجتمع الذي يحيى فيه كل إنسان يحتاج إلى بني الإنسان حتى تكتمل دائرة الحياة ما فيش إنسان يستطيع أن يحيى بنفسه وعنده كل الأبطار وكل العلوم وكل الصناع وكل ما تحتاج إليه الزراعة والتجارة إلى غير ذلك عشان كده قال ابن خالدون الإنسان مدني مطبع وأيضا لا يستغني الإنسان عن الدين لأن الإنسان متدين بفطرته قال الله تعالى فطرة الضالي الذي فطر الناس عليها لا تبدين لكلمات الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطر ومن جميل ما قرأته في هذا الشأن ذاك الإعوان الراقي الذي دار بين سيدنا جعفر الطيار سيدنا جعفر ابن أبي طال وبين ذاك الملك العادل النجيشي كلمتكم أنا سألت سؤال في البداية أن نقلب لحاجة إلى الدين أم لا سيدنا جعفر عبر عن الإجابة على هذا السؤال بطريقة غير مشروعة وغير مدروسة مدين الذي جاء به صاحبكم فوقف سيدنا جعفر وقال أيها الملك لقد كنا قوما أي قبل الإسلام قبل أن يُبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم أهل جاهلين خلّبات يأكل قوي منا الضعيف نقطع الأرحاب ونسيء الجوار ويقوى القوي منا على الضعيف ونعبد الأصنام والأوثان ونأتي التواعش إلى أيهاك خلّبات قوليش يعني كانت مشهورة بالفصاحة والبلاغة يعني هو يتكلم عن الناس بلغوا في سلّم علم الشعر والبلاغة مبلغاً ومع ذلك ومع ذلك فشد فيهم هذه السلوكيات وهذه الأخلاقية فمن الله علينا سيدنا جعفر يقول للنجاش فمن الله علينا برسول منه نعرف صدقه ونسبه وعفافه بماذا جاء هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فمن الله علينا برسول منا نعرف صدقه ونسبه وعفافه أمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به لماذا؟ لأن الغاية من وجود الإنسان كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكيف يتعبد الإنسان لله كيف يعبدوا الإنسان ربه بدون منهج ينير له طيق العباد هذا المنهج المتمثل في إيه؟ في الدين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالغاية من وجود الإنسان هي عبادة الله وعمارة الكون وبدون الدين لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله ولا أن يقوم برسالته في عمارة الكون زي ما إحنا سمعنا؟ أبد الإسلام يقول القوي منا الضعيف ونسيو الجوار ونخطع الأرحام لا يوجد غمول لا يوجد السلوح ننصم حركة الإنسان مع بني الإنسان حركة الإنسان مع الكون الذي يحيا فيه أمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به وأمرنا بحسن الجوار وصلة الأرحام وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة وأي ما استطعنا إلى ذلك سبيل أتكلم عن جانب الأخلاقيات أتكلم عن جانب العقيد أتكلم عن جانب الأخلاق حينما قال أمرنا بحسن الجوار وصلة الأرحام أتكلم عن جانب العبادة لما ذكر الصلاة والصوم والزكاة والحج إذن لابد للإنسان من دين يضبط حركته مع بني الإنسان ومع الثوم الذي يحيا فيه مهما قلت يا الإنسان من زكاة وحنكة وبطرة ومهما شبع له المشرعون من عقوبات راضعة برضو العقل الإنساني قاسي من المستحيل من المستحيل حتى لو كانت خلف كل إنسان حارس يحرصه أو مراقب يراكبه فمن حارس يبقى محتاج؟ لحارس يحرصه والمراقب سيحتاج إلى مراقب يراكبه هذا الفكر العقل لكن الدين بالدين يستطيع الدين يستطيع أن يربي في الإنسان ضبيرا حيا حيا لا يحتاج إلى شخص يراقبه لأنه يراقب من لا يقفل ولا يمان لأنه يعلم أنه يراقب ويعلم أنه مراقب ممن لا تعخذه سنة ولا نوم ونضع الموازين من قصة ليوم القيامة هذا الدين فلا تظلم نفس شيئا وإن كان نفقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين دايما أذكر شوفوا تعبير ربنا سبحانه وتعالى الذي يجد على المهنة وكفى بنا يتكلم عن نفسي بالعظمة وكفى بنا يعني خلي بالك مثقال الظر من ظر لدينا المهنة أن نأتي به وأتحاسبك عليه فمن يعمل نفقال فرّة خيرا يرى ومن يعمل نفقال فرّة شرّا يرى علشان كده بنسمع أن الشريعة الإسلامية جاءت أو دعت إلى ضروريات خمس أو ست أقول هذه الضروريات حفظ الدين حفظ إيه؟ لأن الإنسان قد يستطيع أن يتخلّى عن الطعام والشرّا لكن لا يستطيع أن يتخلّى عن الدين لا يستطيع أن يتخلّى عن إيه؟ عن الدين فضرة اللهي التي فضلت الناس عليه وأطلب الحديث عن مقومات حفظ الدين الأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواج أبو الله عز وجل أن يفتح له وأشتركم على أسن استماعكم وإنصاتكم ودائماً ما نبتقي على الخير وفي الخير دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته شكر الله لفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف مدير قدرية أوقاف القاهرة وكيل وزارة الأوقاف على هذه الكلمة الطيبة التي تحدّث فيها عن حفظ الدين من القليات الست وهو موضوع هذا اللقاء في أول لقاءات الأسبوع الثقافي الذي تنظّمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معاني وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هنا في رحاب أول مسجد بنيا في بلادنا الحبيب مصر وهو مسجد عمر ابن العاص أيها الأحبة لا غنى للإنسان كم استمعنا عن الدين وعن الإنطبات والصلاة بالمولى سبحانه وتعالى سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك أعمل جميل الساجد أيها الأحبة ما زلنا نستضل بظلال شهر ربيع الأول شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلى الدنيا فملأها أمنا وأمانا وسلاما وحرية وعدالة وديوقراطية جاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا فقاد سفينة العالم الحائرة بين عبادة الأصنام وعبادة الأوتان وعبادة النجوم وعبادة الكواكب والنار والأبقار والأشخاص إلى شاطئ الله رب العالمين إلى عبادة واحد الأحد الفرد الصمت أيها الأحبة مع فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواني عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف السابق بالقاهرة فإن يتفضل وحديثه أيضا حول حفظ الدين من الكليات السابق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على عبادة الذين صفق وعلى فاتمهم سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وبدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اعتدى بهذه وتمسك بسنده إلى يوم الدين وبعد مضيلة أستاذ الدكتور خالد صلاح علي مكيل وزارة الأوقاف مدير مدرية الأوقاف القاهرة أخي الفاضي دكتور أحمد القاضي كبير موزيعي شبكات إذاع قرآن الكريم المنصة المواجهة وعلى رأسها فضيلة الأخي الحبيب دكتور محمود خليل وجميع قادتي ولجان الدعوة الإسلامية كل باسمه وعظيم رسمه وأصحاب القلوب الطاهرة والوجود النير رواد هذا المسجد المبارك من المسلمين والمسلمات أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وعدت حسناً ما تصنع وزارة الأوقاف للإقامة مثل هذه الأسابيع الثقافية الفكرية الدعوية لرعاية كريمة من فضيلة الرسال الدكتور محمد مختار طمع وزير الأوقاف حفظه الله تعالى ونعم ما صنعت حينما اختارت هذا العنوان ألحام لبداية هذا الملتقى وهو كوم الدين من الكليات الخمس التي نص عليها علماؤنا من علماء أصول الفقه رحمه مباره تعالى والذي يستقرئ عبارات هؤلاء الأهمة جراهم يجعلون الدين أولى ضرريات وأولى تلك الكليات التي لا بد من المحافظة عليها من هذا الإنسان المكرم الذي كرمه الله تبارك وتعالى ولم يحرقه هملا بل أرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله وهجة بعد المسن فالدين هو الخضور والانقياد والاستسلام لإله واحد لا شريكة وخضورك وتسليمك وانقيادك لإله واحد لرب واحد تلك نعمة كبرى تحمض الله عليها أن جعلك مسدماً قيادك وزمامك لإله واحد وليس لآلهة متعددة تختلف فيك فمنهم من يريد أن يريحك ومنهم من يريد أن يتعبك منهم من يريد أن يرفقك ومنهم من يريد أن يمنع عنك الرزق منهم من يريد لك الحرية ومنهم من يريد لك العبودية والرض وتصبح عبداً مملوكاً لآلهة متعددة تتنازعها المهواة فلا يجد المملوك ممن يملكونه سوى الشتات والتفرق والتعب يقرأ قول الله ضرب الله مثلاً رجلاً ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاءه متشاكسوا ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً؟ هكذا شأنه حينما أصبحت عبداً لإله واحد لا شريك له واحد أحد فرد صمت لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد كنت سهيداً لهذا الكون ملقت حريتك وأصبحت أهلاً للتكليف فأرسل الله إليك الرسل وأنزل من أجلك الكتب وجعلك سيد الكون وصخر لك ما فيه علوه وسفره ألم تروا أن الله صخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبب عليكم نعمه ظاهرة وباطنة هو من الناس من يجادر في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أيها الموحد أيها المسلم يا من أصبحت عبداً لله فحققت بتلك العبودية كمة الحرية وكنت سيداً للكون أنت عبد لربك سيد على الكون الذي وجدت فيه ومن هنا حينما نقرأ أواخر سورة الأنعام قل إنني هداني ربي قل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلى الحياة فرفع قدر الحياة جاء إلى الحياة بكتاب أخرج بك الناس من الظلمات إلى النوم بعد أن أصبحت البشرية تعبد آلهة متعدلة وأصبح الناس يعبد بعضهم بعضاً أراد الله للبشرية أن تنقذ من وحد الشرك والوثنية فبعث إليها هذا النبي الأوحد سيد الخلف النبي العربي المحمد ينتشي لنا ويصل بنا حيث يخرجنا من ظلمات الشرك والده إلى نور التوحيد التوحيد الذي جاءت بك سائر الرسالات من لدن آدم إلى سيدنا عيسى عليه السلام كلهم دعوا الناس إلى الإسلام إلى التوحيد لا معبود بحق إلا الله ولا إله في الكون إلا هو ومن هنا يذكر الله نبيه ليعلم الإنسانية جميعاً حتى تتفيأ ظلال الحرية بتوحيدها لله قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم حضرات السيدات والسادة ديناً قيمة ملة إبراغيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا لسان حال جميع رسل الله عليه الصلاة والسلام ولا شأن للإسلام بما غيره الأكباء فالدين عند الله هو الإسلام جاء به كل الأنبياء والرسل إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن هنا كانت عقيلتك أيها المسلم أن تؤمن بالله وحده لا شريك له وتؤمن بملائكته وتؤمن برسله وتؤمن بالكتب التي أنزلها على رسله وعقيلتك دون هذا لا تصح ودينك دون هذا لا يُكبر آمن الرسول بما أنزل إليهم الرب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نُفرِّق بين أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير إن حبيبكم أسعد الخلق حامل نواء التوحيد الذي جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جول الدنيا إلى عدل الإسلام يقول لنا في الحديث الصحيح عيسى بن مريم أخي في الدنيا والآخرة نحن معاشر الأنبياء بنو علات أي بنو قراء وهذا تعبير الكناية فيه عن كون كل نبي بعث إلى زمن وإلى قول هذا معنى بنو علات أمهاتنا شدة أي أزمنتنا مختلفة وماذا يا رسول الله وديننا واحد وهو إيه إقرأوا إن شئتم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الضمر يعود على مانه على سيدنا وسيدكم سيدنا محمد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أبو الأنبياء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ونوسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينينه يبين لمن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية فيقول في الحديث مثالي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنا بيته فشيله وجمله فجعل الناس يطفون به ويعجبون من هذا البناء إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا فيقول الناس هل لا وضعت هذه اللبنة فيقول صلى الله عليه وسلم أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ثاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله أيها السادة الفضلاء حافظوا على عقيدتكم أعلموا أولادكم والناشئة فيكم تلك العقيدة وأعلموهم أن تلك العقيدة هي عقيدة سائر الأنبياء ومنسلين وأن من تنكر لها أو من تنحى عنها ليس له حظ في الدنيا ولا في الآخرة وأنه هارك وأقرئوهم وأسمعوهم قول ربكم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يفرقوا بين أن يجعلوا بين ذلك سبيله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فننتجد له مصيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا إسلامنا وأن يحفظ علينا قرآننا وأن يرد البشرية الحائرة إلى دين الرسالات والسماوات دين الإسلام إن ربي سميع قريب شكرا لكم كل عام أنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته شكرا لفضيلة العالم الجليد فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة السابق على هذه الكلمة الطيبة العطرة التي تحدث فيها عن حفظ الدين من الكليات الست ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء وهو أول لقاءات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معاني وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هنا في رحاب أول مسجد بني في بلادنا الحبيب مصر حفظها الله بحفظه وأمنها بأمنه ونصرها بنصره ورزقها برزقه وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرقاة وعلى سائر بلاد العالمين في مسجد عمر بن العاص بمدينة القاهرة أيها الأحبة كان معنا في هذا اللقاء قارئا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الفسو ومتهلا فضيلة المتهن الشيخ زياد عادل ومن السادة المتحدثين العلماء الأميناء الأفاضل فضيلة العالم الجليل فضيلة الوستاذ الدكتور عبدالفتاح العواني عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة السابق وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف مدير مدرية أوقاف القاهرة وكيل وزارة الأوقاف حضر هذا اللقاء جمع غفير من روادي مسجد عمر بن العاص كما حضر هذا اللقاء كوكبة من علماء ومفكري وقادة وزارة الأوقاف تقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مدرية أوقاف القاهرة فضيلة الدكتور مرتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمدرية أوقاف القاهرة فضيلة الشيخ ربيع محمد محمود مسؤول المتابعة بمدرية أوقاف القاهرة فضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسد مدير إدارة أوقاف جموع القاهرة فضيلة الشيخ علام الدين عمر سليمان المفتش بإدارة أوقاف جموع القاهرة كل الشكر والتقدير إلى جميع العاملين والمسؤولين في مسجد عمر بن العاص على حصل التنظيم وعلى حصل الاستقبال إلى فضيلة الدكتور أحمد محمد عوض إمام وخطيب مسجد عمر بن العاص أيها الأخوة المؤمنون غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد القاه حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا طبيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا